الواقع الذي يعيشه النازحون في عدد من مراكز الإيواء هو تحديداً المتعلق بشح المياه وتالياً تراجع معايير النظافة بدأ ينعكس أمراضاً عدة بين النازحين خصوصاً في المراكز المقتضة ولسيما في بيروت هناك اكتشفت جمعية أطباء الجلد عشرات الإصابات بمرض الجرب أبلغت وزارة الصحة ليتبين إصابة أكثر من 86 حالة حتى الآن بالجرب في أكثر من 66 مركز في كل لبنان فيما سجل العدد الأكبر من الإصابات في محافظة عكر وبعد تأكد وزارة الصحة من تسجيل إصابات في المراكز وزعت الأدوية المطلوبة من حبوب ومراهم إلى وسائل الاستحمام المخصصة لهذه الحالة حالياً يمكن وصف الوضع بأنه تحت السيطرة ففي الوزارة ما يكفي من أدوية علاج وهي تحاول تأمين كميات إضافية منها فالجرب يتفشى بسرعة وعلى الرغم من أنه غير خطير إلا أن بعض الحالات تتطور لتتحول إلى التهابات وأمراض جلدية متقدمة ما لم تعالج بسرعة جرب هو نوع من الطفيلية الجلدية عوارده إجمالاً لحساسية الجلدية الأوية لحمرار لحبوب المبينة لحبوب الصغيرة المنشوفة طبعاً الطفل أو المريض ما بيقدر ينام بالليل من وراء الحك الجلدة من شان هكي ضروري كل ما أفضل كعلاج نحن عاجل أبكر كلمة أفضل أسباب الجرب كثيرة أول شي طبعاً قلة النظافة الثاني شي الغباير اللي عم تطلع هو مرض جداً جداً معضي من أكتر الأمراض الجلدية المعدة اللي بتطلب علاج وقائي وعلاج سريع انتشار الجرب يطرح من جديد إشكالية توفر المياه في مراكز الإيواء اليوم عم نناقش مع اليونسوف ومفاوضية اللاجئين والهيئات الدولية الشريكة تأهيل 450 مدرسة اللي يكون فيها خزانات ماء ويكون فيها شاورز وحمامات هذا عملية التأهيل وعندنا كمان تحدي ببعض الأماكن الإيواء اللي هي فتحت بشكل عشوائي هيده كمان عم نرجع نحطها ضمن لوائح المراكز الإيواء لازم بتساعد ولكن بعد أنه نقص هلأ إذا صلحنا 450 بعد أنه 600 بدون تصليح ناين عندك تأمين المياه اللي هلأ وزارة الطاقة عم نتعاون مع اللجنة اللي هي تأمن مع البلديات المياه هلأ صهريش ولكن الأهم هو اللي هو عم نناقشه أنه نقوي عمليات ضخ المياه من مؤسسات الماء الحرب طويلة والنزوح سيكون طويلا ولا يمكن التغاضي أكثر عن مشكلة المياه وترك النازحين عرضة للأمراض